الياس الكحام الإدعاء الأولى في تونس إلا تحملت معناها مسؤولية سياسية وينتمي إلى العائلة الوسطية الديمقراطية الليبرالية ورينها معناها ممكن أن نتوفر فيه جملة من المواصفات بشي نرشح أو للمنصب هذا كيفاش اخترتوه سمحني اليوم أوتسايدر توتال سيلياس جاء في المراتب اللي فيها مساندة من عند الطيار وإلا الاقتراح من عند تحية تونس حولوا تقريبا 36 سود فقط فما ناس كانت في المراتب الأولى فضل عبد الكافي حاكم حمودة ريذا بن مصباح أنا اقترحنا أربعة سيلياس من ضمن الأربعة اقترحنا شو أحد بركة تقترح 21 اسم فال 21 اسم سيلياس نعتبره من الأسامة تلقى بلستها في 21 اسم والأمر معناه يحسمه الرئيس ما يحسمه شي بناء بناء على طلعة جديدة أنه يحسب الأصوات والمحددة وما اقتراح الرئيس للشخصية الأقدر للشخصية الأقدر الأكثر تمثيلية اللي بتقديل حسب تقدير الرئيس خممتو أنو الرئيس الجمهورية قد يكون أمام خيارات اللي حد فيها شوية مهجتو دونك تقولوا ليس الفخفاخ كان عندو حظوظ لدى رئيس الجمهورية بالفعل هو شي حاكم حمودة أنا شا اقترحنا اقترحنا أربعة الخبرة اقترحنا شيريذا بالنصباح اقترحنا شي حاكم حمودة اللي علاق المصر اقترفش كثير لوضعه زادة سياسي على سيلياس اقترفش كثير في حمودة ما انتميش للحزب ومعادوش نوير رئيس الجمهورية مشال الياس الفخفاخ عنيش على حد تقديرك على حد تقديري لأنه يعتبر أنه أولا معناها انسجاب معناها التفكير الرئيس أنه ماشي من المنظومة القديمة من بوست ريفوليسيون سيلياس وأيضا أنه معناها شباب وأنه ممكن معناها تتواصل معاها في العديد من معاها في العديد دونك تعتبر أنه رئيس الجمهورية شاف فيه قدرة التناغم مع رئيس الجمهورية قدرة طبيعية هو معناها شباب كالكوبار ماشي أنا شبابه شوية في وضعيته به سي مصطفى وانت جنال الموت تقول الكلام كما هو شا قاعد يتقال في الكواليس توبي خط هذه الطبخة ما بين تحية تونس وما بين الناف والهدف الأساسي هو تقديم شخصية اللي ما تقتحرح لا يتم اقتراحها من عند النهضة باش من بعد ما يقولوش هايكا النهضة وملوث من عند النهضة ما بينظفرين نقولها ملوثة على أساس أنه النهضة داخلة في الربح خارجة من الخسارة شخصية هذه اقتراحة تحت حية تونس النية هي عز القلب تونس وذهب إلى رباعي ولا خماسي فيه النفس الثوري وهكا تحية تونس تكون في كل الحالة طيحة الجملي بعدم ليلة ثقة وتفاهمت مع قلب تونس لكن وقت اللي جاء وقت الاقتراح لحكومة الرئيس هذا الكل وراه علاقة طيبة جدا مع مبيل رئيس الجمهورية ويوسف الشهد أنا رأى لو أعكستها لأصب لسير شيء تقول إليه ها نقول إليه أعكست خاطر الورقة اللي الخرنية تلعبت بها النهضة معناها نفس الورقة اللي لعبتها قال بتونسوا الصفاظ العبد الكافي معناها النهضة آخر لحظة قدمت شفاظ العبد الكافي معناها بالمنطق بالحساب بالمنطق الحسابي الأكثر الأفضل هي الشفاظ معناه لو حسبنا 54 و38 حيح حيح هذو ما 92 في المكتوب بي هذو هذو ما 92 في المكتوب لذا ما نعتقدش إلى العملية تمت مع النهر بستبعدها جدا جدا النهضة قدمت سيرياس ببتاتا وما كانش على بالها ثم أنه قعد تقطعات نهضة نحن قادت رأي مشوارات ماش في السر نحطينا أسماء لتقطع لا بيس سألوا الرئيس سيرياس بن مسباح بعد النهضة تخليت على سيرياس بن مسباح يبدو لي بن عش كان ذكرتي معناها قوية هي في الأخر كل واحد قدم ما يتماشى معه من خلال حسابته قضيت أنه تفعل مع النهضة المرة هذه من كل المعطيات تدل تخمين موشي في المحل موشي في المحل لكن الكلم هذا تقال أكثر تقال هو برشا كلام تقال أنه العلاقة المميزة ما بين رئيس الجمهورية وما بين يوسف الشاهد جعلت يوسف الشاهد وسليم العذابي من الطابخين لترشح ليس الفخفاخ واليس الفخفاخ تقريبا ما عنديش تفاصيل يمكن يحتمل على كل ذكان هما من الثاني خير نحي مع الأقل هو أصبت نشحوا هتبخة أصبت فأنا ما نجمش نأكد الأمر هذا أني ما عنديش المعطى هذا المعطى اللي عندي اللي احنا تنقشنا ورشحناه لأن احنا بعثنا جزم ورسلات الكتلة والحزب نفس الأسماء بعثنا معناها قاعد تنسيق مع رئيس الحزب وبعثنا نفس الأسماء تقريبا التفاصيل معناها هل تم التبخة في القفاة لكن مهما كانت التبخة وجودة التبخة والواحد جاء الأمر دي ما يعود الرئيس الرئيس هو دي الرئيس هو معناها لش نجهل وإلا في صل أحنا نحبه نقرأه نقرأه معناها فيه تفكير إلا في صل الأمر وإن تأثير لأطبخ لأن النجم كان يحط حاكم ونجم يحط مرزوق كان ينجم يحط مرزوق وهل الرواية الكل هذه ما تستندش أمن نأكد وأنا ما تمتش التنسيق مع النهضة بخصوص سيلياس بالعكس أنا عندي إخبار أخرى إلا أن هذا عملت فيتو على سيلياس معنى أقبال لما يخص هذا كذبت البي راح تقول لا أنا أخبار كما الكلام عندي أخبار أخبار غير ما لا يكون إثباتها وغير معنى مؤكدة هل تعتبرون أنه يس الفخفاخ بما أنه هو مرشحكم اليوم عنده دين التحية لا مدين لتحية الوحيد اللي عنده برنامج وقدرته على أنه يبني حكومت وفق قواعد سليمة قواعد موضوعية حكومت في آخر الأمر حنا اقترحناها مطالبين مش اقترح وقترحناك هل هو مدين لكم غدوة في حقائب في اقترال لا حق يبول عنها هذه الأمر المدين الدين الوحيد هو أنه مدين أن نتشعر أن ننس كيف نكت قوي السياسي مش طالبين أن نحتكروه أحنا ولا نوجهه ولا كده وذي مش مطروح عنا بالمرة في مدين بالطبيعة أحنا نحبه علاقات مميزة معه في مدين نحبه يواصل الإصلاحات نحبه أن نوسعه للقاعدة الحزام السياسي للحكومة بيشتغل شو الحزام السياسي متع الحكومة هذه سيموص والله عندها معنى عندها خزان مهم لو تعرف يشتغل عندها خزان اللي ما عنده سيلياس ما عنده اختلافات كبيرة معها بقية أخوة سياسية ما عنده اختلافات مع النظر هذا شي يسهل مهمته فمني ما تقلقناش احنا السيد اللياس قريب يسر الفكرة الطيار الشعب التحية فمني أنا الخزان عنده احتمال الخزان موجود هو يعرف كيش يجمع الناس ويعرف كيش يوظف لكن سيد أحمد سيموصف شنو إيجابتك على الناس اللي تقول في كل الحالات اليس الفخفاخ اليوم يحط شي ما عارش تكون أنا في أي وزارة الحكومة بشتعد 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 الأحزاب تقريبا وصلت للربع ساعة على أخير والأحزاب ما تنجمش ما تصوتش على سيموصف ما يتمنش له النظرية هذه لسهل فيه نوع من السحر النظرية تنجم ما تتعدش نجم ما تتعدش معنى الاحتمال على أنه مش تعدد مهما كان الظروف هذا من الرش أنا قطعي عندها احتمال كبير كبير ياسر ما تتعدد أما ثم احتمال أيضا أن قوة سياسية معينة تعرف أنت مرهون فيه مرهون فيه زوز أحزاب كبيرة تتفق ما تعطيش وعندها قدرة ومدى قدرتها هذه التأثير على جماعتها قضية ما نحبوش يتمان للنظرية هذه يجمو يعمل جهده على أساس أن الحكومة يجمو لكن في نفس الوقت سيموصف احتمال كبير موجود أفضل معناه احتمالته أفضل من اليوم السيد مدعو إلى تحديات كبيرة يسر صحيح الحزام يكون موسع لكن إلى أي مدى هو قادر أنه يمشي لبرنامج لساعات حتى كان يصوت له الحزام السياسي البرنامج هذي يكون موجع البرنامج هذي فيه الأصلاحات الكبرى البرنامج هذي فيه النجاعة الحينية هذا المطلوب من الجزء هذا مش رهين رئيس الحكومة بركة هذا القوى السياسية كنا فرد فلوك كيف تغرق الحكومة مش تغرق كل كل يجب عمل جانبي من طرف الأحزاب يجب من الأحزاب تتحلى برؤية واقعية مش سعدي بولدغتي بش تترعلي بشوية بلاشي الله يجب نحط رئيس حكومة بش ندبر وزارة واثنين ونجاثة وإدارة ده ما ما هوش الأساسي أساسي نفهم إلا أنقاذ الوضع يمسوريتنا الكل وأن لو تنهار الوضع لنا بش نتنهار الحكومة تنهار الحكومة لكن معناه ربما ما عايش تلقاول من قدر على الوقوف من جديد من صلحنا ومنطقين أن الحكومة هذه تنجح مؤشرات الأولى لتكليف اليس الفخفاخ مقارنة بالحبيب الجملي مثلا سي مصف أنا نقوله بعد على منطق الصحبة والأقربون أولى بالمعروف قاعدين نشوفوا فيه المنطقة هذا يجب يتخلص منه سي الياس نصيح عليه هو حر نجم يجيب يحب أما هذا معناها الزيت ومشاورته الأولى أي معناها مشاورته الأولى الفريق اللي مش يعمل أنا يجيب فريق إداري محترف معناها يوفر له المعلومة والمعطيات تسيبه من أنه السياسة في المسؤولين مش يحطه مش في الفريق اللي مش يدور به مش متوليش دياليتي ما بينه بين فريقه خاصة الأسمان أنا ما يتضد من الشع معلق صارة لكن هذه الصحة لله أنا قاعدين نشوف قاعدين في المجلس أنت قاعدة تقول في مصطفى صحح لكن أنا غالط إذا كان الجمع اللي مشاه في هالوسطات من نوع جوهر بن بارك ياسي إلياس فك عليك برمش يجيب فريق إداري وخدم طول وفك عليك من هذا الكل من الوسطات ومن الأسامي ومن التراك من برشا مش تاكا هي هذه زي ما تاكا في حدودها متوليش هي الطاغية مش تاكا عليك هالجانبية وتريفونية مش تاكا أمرا دي مش نوفي شو نفا 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 ما تفهمين هذي في الشه أمامي وليش هو الجانب التاغي لأنه يفسد لك ما صار يا أخويا بشافة فيها بعلنية أعمل شي مانتاك أطرحوا على الناس تفضل إش مش نقدملك إش مش تقدمني نعمل العقد ونمشيو على الواحد هي تنعتيك تركيبة مثلا سيم بصطفى نهضة تحية تونس طيار كتلة ديمقراطية نجم نكون فيه الشعب ما فيهش ما نعرفوش هذي كان باطن نشوفهم يقولوا كتلة تقنية هل الشعب قادر أنه شعب من جهة قال حكومة الرئيس وهذه متسمي على حكومة الرئيس على ليس الفخفاخ ومن جهة زادة يمكن خيارات ليس الفخفاخ ما نعرفوش إلى أي مدينة هو على كل رد الفعل حتى الآن سيمش ترد تفاصل نهضة تحية تونس طيار وكتلة ديمقراطية إصلاح هذا حزام ممكن تم نوعا ما إقصاؤه من خلال خيار رئيس الجمهور على خاطر فهمه للتطبيق الفصل تسعة وثمين من الدستور فهم خاطر فهم خاطر بالنسبة لي أي فهم خاطر أو يطرح لسم مش يشوت الرئيس مش مقيد أنه أنه يستشيرك يعمل بإشارتك بطبيعة الحال سينو رأى الدستور صريح يقول يعطي الأحزابي يوكل الأحزابي عن انتخابات مبيناتهم ولا يستشرة ولازم لكن سي مصطفى لكن سي مصطفى اليوم شو نقوله للتوينز فيش قام هذية سفينة نوح معنى نعملوا انتخابات ونصرفوا الفلوس ويتحركوا التوينز ويمشوا لصندوق الاقتراع بشغدوا تحكموا الكل ما بعضكم هذا يا ضعيف الجسم السياسي تونسي ضعيف ما يزنش بربيكي تحكموا الكل ما بعضكم أنا برنامج هذا البرنامج الوحيد حتى لين حتى لينت تغرس أنا نعرف ثم رفض للتنظم في تونس ثم رفض ثم عقرية ترفض العقرية الفوضوية متواصلة ومعاملة في تونس وأضعفت الأحزاب لو أن الناس هذو ما ينضموا في الأحزاب ولو أن الأحزاب طورت ذاتها فإنه معناها النظام الديمقراطي لقيم على الأحزاب على المنافسة ممكن اليوم معناها المشهد السياسي بكله هش أقل هزت نجم ترقوا وقل شوف أنت وضعية الأحزاب أي دونك أي دونك من نجمو طوى كان الحد معين فلنش بيدوم هذا يا سياسي يدوم إلى حد أنه ما تنضج للعملية نمزل تهشع جدا هو نشوفه فيها وفاها بالكثير من الهنات نصلحوا نظامنا سياسي نسلحوا نظامنا سياسي نسلحنا نعجلوا فيه نرشع شوية بالتواري عملنا برشة غروب القدام برشة هيئات مستقلة وبرشة كذا وبرشة واحد ناو عملتو زادة برشة منورات سياسية برشة منورات سياسية مش سيئتك فقط لكن نحكيه مثلا إذا كان نحكيه على تحية تونس معنا تتقاربوا مع قلب تونس جمعتين التالي والآن تقريبا قاعدين تبعدوا أنا بعض ما حدش مفهوم معنا مش مفهوم الظرفية سياسية إلا قلناهم مع بعضنا قلنا مش نزيع وزم خلفات الانتخابات وذلك يتم ومزال قايمة ذات مزال قايمة ذات ومازلنا مستعدين للتقارب مدينة تقارب تقارب غير مشروط ما قلناش تتقاربوا لبعضنا مثلا لو أنا قدمنا أسمام مع بعضنا لو تفهمت فاهمناش قدموا أسمام بعضنا قلنا بش نتكاطعوا في اللقاء راح نقدمنا أربعة وما قدموا خمسة فمن مش نحن ننظروا في المستقبل في نتاق أوسع كنون نتاق نتاق الأوسع هذا كان قلب تونس يرى أنه لابد من إعادة بناء القوة الوسطية لهي مثل الجزء الرخو في المشهد السياسي ما يكون يعاود يبنيه يعاود يبنيه الموجودة المكونات هذه قلب تونس تحية تونس المصار الجمهوري تاكت سيبان هذو ما بكلهم يوم مضروبين في اللقاء القوة الإديولوجية العقائدية ومنشيرة واحدة زادة فيها تجاقطة واحد معنا ما زادت منتماسكة وشادة روحها نشوفه النهضة هاي زادت تخترق بعض المشاكل إلا يطلع الشي يطلع على إيمين النهضة هتنا حكيو على التوينسة شوية سي مصطفى شعلينا طوى في هال خلطة رفريمان سارت وما ندخل في في سياسة سياسة ويام اليوم اليوم ساعة قبل نسمع رأيك في تجربة تحية تونس تحية تونس نحواله اليوم والله أحواله التجربة فرحان انتي لا فرحان ولاحزين العواطف ما عنداش دكر ولا الأحاسيس الظرفية مرات ساعد نكون فرحان ساعد نحزين لا أما المستقر عرفنا الصعوبات الكبيرة ياسر تخلنا في منطقة زوابع أصلا طوى الأمور ماشي وتنفرج تحسن والمشروع ملامحه تظهر في مدني معناها المشروع وعد ما زلنا ما خرجناش من منطقة الزوابع بعد ما نعملش فيه ما زلنا في مدقة صعيبة ونتيجة الانتخابات كانت مخيبة كتير الأمال وشكت في مشروعنا وشكت فينا وشكت في كذا لكن أفضل طوى طوى الكتلة شدت اثنيتها تدخلتها نوعية ونوعية العمل انتحها إيجابية جدا قاد سجل في حضورها برغم اللي هي كتلة سابعة سابعة رغم للترتيب غريبة أطوار هذا الحزب سليل نيدا تونس اللي كان من المفروض نيدا تونس كان أمامه طريق سيارة للإصلاحات الكبرى كان أمامه ياسر مختصر عليك السؤال وقع اختراق ومعنى جسم كبير ياسر وغير محسن قدام الاختراقات شكونا اخترق نيدا تونس اخترقته مثلا طائرة الإسلام السياسي وعملوا بيات داخل اخترقته لبيات أخرى مصلحية وجهوية ما تقولش فقط أنه أنه الفقيد الباجي قيد سبسي وابنه استأثروا بالقرار موجود في جزء وأنه طو سمبل ما غلطوا معاليها أولان ينلعج غلطوا في كل الخيارات اخترتش كل شي وقتلها كانت قيادة متماسكة نسبيا وقت عارفش تعمل الهيئة التاسية والمكتب التنفيذي الولاني وقتلها كانت كان معنى فاعل نجل الرئيس محدود كثير ومحدود لما دخلت فيها الأطماع ولا هذي حب ساعة ولا أنه الغلطة رأي بدأت من غادي ترى الناس عم بتوظف للقرب من الرئيس وعطاها الدور أكبر لنجل الرئيس في مني مسؤولية مش فقط موجود موجودة ما نسبي زادة الأصل أن القيادة بنية تاج من دات أغلبها فردية ظنت أن الأمور استقررت لها نهائيا رأت قبول الناس في مني لكن سي مصطفى إذا كان نمشي مباشرة الآن للواقع السياسي الحيني على خلفية هذا الكل أي مستقبل مثلاً ليوسف الشاهد أنا رأيها تمرس تمرس وعدى الضرب الكبير في الانتني الضرب الكبير ولا هذي مش عطيه سيكون هو مستقبل الحزب لا هو حاضر على الحزب علشان تكلموا على المستقبل لا على خاطر يبدو فما نوع من الغناه نحكي أنه يوسف الشاهد يتكلم على أنه غير معني بالخطط المستقبلية وأنه بشير طيح شوية عامياً ثلاثة أربع من عرفوش تسوى الحكومة الجاية ليستطفق تسوى غيره من الخطط غير معني ما قد تكلم غير محلة ثلاثة ثلاثة أمر يخصه لا نعرف 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 مثل هو رئيس الحزب أمر يخصه في الحزب أصبحت له معناها خبرة أو حنكة أو تجربة وفاعل من الفاعلين السياسيين مؤثرين برغم معنا محاولة إلغاء جبنا نعرف ثلاثة فإنه الدب الدب يوصف الحي يرزق مثل الفرنساوي يرزق وقايم على السقي وبالعكس يعني فاعل أكثر من دي بابا ياسر عالية يقول لي بريشي أوبي درجيل فإنك بشكل دقص زي شي أوبي درجيل لا لا بصيفة عامة فإنه وهذا يعطي رياحية واستقرال الحزب ويعطي رؤية فإنه وشو المستقبل منجموش المعنى نتنبعو نجمو نستشرفو نقراو أما كل شي قابل حكمة الإسفاق فيك علي شكون محسوبة سي مصدر علي بشي صوتونا في البرلمان ولا على رئيس الجمهورية ولا الزوز على الثنين على الثنين على الثنين رئيس الجمهورية دستور ما عطيش أكثر من أنه يكلفوا عطيش أكثر من يكلفوا وعلى روحوا عنده فرصة تاريخية هنش جين نس كل فرصة تاريخية ومستواه هذا يمش في حد دخلنا توا من قدرته هذا يمش نمتحنو هيا قدام فرصة أنه يجبوا يعرف كيش إلا سيزي يستغلها الفرصة مش تعاونو نعاونوه بالطبيعة مش نعاونوه حتى لقنس حبيب الجمني هو حبيب الجمني كان تعد معنا مفروض عنينا أن نعاونوه بلاد متعتملك على أن نس كل ندخل في الضدية والأعطيلات المطلقة نحسك في علاقة باللي جاي أنتو كاسي مصطفى كرئيس كتل تحية تونس فما نوع من الأمل فما فصحة أمل لا ديما أنا مكتعرف عندي نزعة شعرية وأدبية وموسيقية وديما نسمع في غناية أم كلفو الأمل 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 أخرح سيبك سليم العديو شكرا لك شكرا لك على قبل الدعوة شكرا لك